الحمد لله وحياكم الله في نبذة عن أمر يتعلق بأحكام الصيام وهو صيام أهل الأعذار من تيسير الله لعباده أنه لم يفرض الصيام إلا على من يطيقه وأباح الفطر لمن لا يستطيع الصوم لعذر شرعي وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ومن الأعذار الشرعية لمن يرخص لهم في الفطر المرض فكل مرض خرج بالإنسان عن حد الصحة يجوز أن يفطر به ولما نقول عن حد الصحة يعني اختلال بالصحة فيخرج من هذا وجع السن وصداع الرأس والسعال الخفيف ونحو ذلك لأن قوله تعالى فمن كان منكم مريضا يعني في حال مرض واضح بيّن اختلال الصحة واعتلاله فالمريض الذي يشق عليه الصيام أو يخاف زيادة المرض أو تأخير البر أو فساد عضو له أن يفطر بل الصحيح أن الصوم إذا كان يضره فإنه يحرم عليه ويجب عليه الفطر وقد قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم ويعرف الضرر هذا إما بكلام أهل الخبرة كالأطباء الثقات أو بعلم الشخص من عادته وتجربته أو غلبة ظنه فيفطر المريض ويقضي الأيام التي أفطرها بعد شفائه ولا يجب عليه القضاء إلا بعد زوال المرض ولو استمر معه سنين مدام الأطباء قالوا إن هذا المرض يرجى زواله وإن كان المرض الذي يمنع من الصيام مزمنا مستمرا لا يرجى الشفاء منه في ظن الأطباء وعلمهم فلا يجب القضاء وإنما تجب الفدية وهي أطعام مسكين عن كل يوم أفطره المريض وهو نصف صاع عن كل يوم من قوت البلد كيلو ونصف تقريبا من الرز من التمر من القمح قوت البلد ولا قضاء لأنه لا يستطيع أصلا ويمكن أن يصنع طعاما فيدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه كما فعل أنس رضي الله عنه لما كبر وضعف عن الصوم صنع جفنة ثريد ودعى ثلاثين مسكينا فأشبعهم وكذلك يمكن أن يوكل ثقة أو جهة خيرية موثوقة لشراء الطعام وتوزيعه بالنيابة عنه ولا تخرج الفدية نقودا ومن الأعذار الشرعية لمن يرخص له في الفطر السفر فيجوز الإفطار للمسافر في رمضان وذلك أفضل من الصيام والإتمام إذا شق عليه الصيام في السفر وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته والمسافر الذي يباح له الفطر من سافر مسافة قصر وكان سفره مباحا وهذه المسافة عند جمهور العلماء تقدر بثمانين كيلو مترا تقريبا ومن سافر ليفطر حرم عليه الفطر لأنه لم يسافر لحاجة وإنما سافر تحايل يتحيل على الإفطار وجمهور العلماء أن المسافر له أن يترخص برخص السفر ما لم ينوي الإقامة أربعة أيام فأكثر فمن وصل إلى بلد غير بلد الإقامة يريد أن يجسي يومين أو ثلاثة أو أربعة أقل من الأربعة أقل فإنه يجوز له الإفطار إذا كان نوى نس أكثر فإنه يصوم كالمقيم ويجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة سواء كان قادرا على الصيام أو عاجزا شق عليه الصوم أو لم يشق حتى لو كان مسافرا في الظل والماء ومعه من يخدمه جاز له الفطر والقصر لأن الشرع أطلق الرخصة فلا يجوز لأحدنا أن يقيدها قال على سفر ولا يفطر المسافر إلا بعد خروجه ومفارقة بيوت قريته أو بلدته فإذا انفصل عن بنيان البلد أفطر وكذلك إذا أقلعت به الطائرة وفارقت البنيان وإذا كان المطار خارج بلدته هو حجزه مؤكد أفطر إذا ذهب إلى المطار لأن هذا جزء من السفر ولذلك إذا خرج من البلد يقول دعاء السفر ولو ما وصل للمطار لأن السفر بدأ صار السفر جزء منه بري من البلد للمطار وجزء جوي من المطار إلى مقصده لكن لو كان المطار داخل البلد أو ملاصقا لها فلا يفطر لأنه لا زال داخل البلد إلا إذا ابتعدت به الطائرة وكذلك سائقوه الشاحنات وسيارات الأجرة إذا كانت المسافة التي يقطعونها في سفرهم مسافة قصر لهم أن يفطروا ومن صام في السفر الذي يشرع فيه الإفطار فصيامه صحيح خصوصا كما قلنا لو واحد موعد الإقلاع عنده قبل المغرب بعد العصر فقال أنا الآن سأمسك إلى العصر ثم أفطر بعد إقلاع الطائرة وما بقي على المغرب إلا قليل ثم أقضي الأرفق بي أن أصوم أكمل هذا اليوم فلا مانع والحمد لله ترجمة نانسي قنقر